إنها الصورة البديلة لواقع الحرب ملامح أمل وحياة تتشكل من أصابع فتيات لم يكن لكن الحق في التعليم أو الخوض في مضماره لكن اليوم ليس بالأمس تقول الصورة وتشيئ بغد يطل من سواد الحروب والجهل النسبة الأكبر تحصدها الفتيات في سجلات المتقدمين لامتحانات شهادة الثانوية العامة في الجوف مفارقة تبعث التفاؤل والأمل رغم اتساع دوائر الحرب امتحان اليوم سهل إن شاء الله وإن شاء الله نتجاوز هذه الصعوبات كاملة ونخرج أجيال للوطن كاملة مكملة ونخرج جامعات إن شاء الله ونفيد الوطن بأكملة بانتظام ودون ما إرباك أو فوضى تسير عملية امتحانات شهادة الثانوية العامة هنا ترافقها جهود حثيثة للتربية والتعليم بالمحافظة لإنجاح العملية الامتحانية وتمكين الطلاب من تحقيق علامات نجاح جيدة الامتحانات تسير على ما يرام والأجواء آمنة وامتحانات تسير بصورها الأحسن وهذه المرة الأولى في محافظة اليوم بصورة هذه الصورة المميزة على عكس ما كانت تألفه في السابق من تفش لضاخرة الغش وتسرب الامتحانات بقوة السلاح تشهد قاعات المراكز الامتحانية الواقعة في إطار المناطق المحررة في الجوف أجواء امتحانية هادئة كانت الاختبارات في سنين الماضية تخرج الدفاتر وفيها غش زيادة بس الآن الحمد لله يعني الواضع بدأ أحسن والاختبارات في نفس المركز يسلم يضرفه في نفس اليوم وبنت يعني منتظمات أكثر ما في غياب ما في انتحال شخصيات إنه موسم حصد تثمر فيه جهود وتغفق أخرى لا سيما حين يتعلق الأمر بإمكانات الطالب وجهده المبذولي طوال العام تحسبا لأي إخفاقات قد تواجهه في مثل هذا اليوم وفق حالة الهدوء هذه تسير عملية الامتحانات في محافظة الجوف ومعها تتوفر الأجواء المناسبة للطلاب لتجاوز امتحانات الشهادة الثانوية العامة علي الجرادي أناتو بلقيس الجوف